دراسة أمريكية أن قضاء المراهقين أكثر من ساعة أمام هواتفهم يجعلهم تعسى وحللت الدراسة بيانات أكثر من مليون مراهق حيث رابط الباحثون بين الشعور بالرضا وعدم استخدام الهواتف وكانت النتيجة أن المراهقين الذين أمضوا وقتا أطول أمام الشاشة كانوا أقل سعادة بينما المراهقون الأكثر سعادهم من أمضوا وقتا في قيام بأنشطة أخرى كممارسة الرياضة والقراءة وقضاء الوقت مع الأستقاء وبحسب الدراسة فإن عدم قضاء أكثر من ساعتين في استخدام الهواتف الذكية قد يؤدي إلى إصابة الإنسان بالتوتر والقلق خاصة قبل النوم كما أنه يؤثر على عقل الإنسان وجسده إضافة إلى حدوث صداع وألام في العضلات